اكد سعادة السيد غانم بن فضل البعنين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على ما حققته المسيرة التنموية الشاملة والتي انعكست بشكل مباشر على المواطن باعتباره محركة تنمية وهدفها الأول عبر منظومة من التشريعات والقوانين جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بتعوى مع وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ضمن المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل خلال مشاركته في اللقاء الحواري المفتوح الذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية استعرض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشرح مفصل لاستراتيجية الوزارة في تمثيل الحكومة أمام السلطة التشريعية في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وكيف أصبحت مركزا رئيسيا للمعلومات وبيت خبرة للشؤون البرلمانية بداية تحية لصحب الجلالة الملك المعظم ولصحب السمو وليل عهد رئيس مجلس الزراء وصحب السمو الشيخ ناصر بن حمد على جهودهم في دعم الشباب من خلال البرامج المتنوعة التي يستفيد منها شباب البحرين كان لشرف أن أكون ضيفا وسعد جدا بهذا اللقاء فعلا كان لقاء تفاعلي طيب على مستوى راقي من الحوار مع الشباب يظهر الحمد لله مستوى شبابنا وقدرتهم في العمل السياسي والعمل التشريعي الذي تختص به طبعا وزارة شؤون مجلسين أمام السلطة التشريعية في مملكة البحرين أنا سعد جدا كما قلت بالمستوى الذي أبداه الشباب الشباب قصد الشباب رجال ونساء اللي فعلا يظهر المخزون الطيب عندنا في مملكة البحرين قام سعادة الوزير مشكورا بإعطاء الشباب الخبرة التراكمية الموجودة لدى سعادته فهو أيضا على الورشة التعريفية بالأدوات البرلمانية والرقابية والتشريعية والتي من خلالها نمكن شباب رهان المستقبل من زيادة حصيلتهم المعرفية بهذا الجانب المشاركون في برنامج رهان المستقبل أشادوا بالتجربة الشخصية لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ودورها لكونها حلقة وصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى جانب كم المعلومات المهمة التي تسهم في تعزيز الوعي السياسي لديهم نحن اليوم مع سعادة الوزير وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حيث نحن استفدنا الكثير بما قدبه لنا من أطروحاته ومن خلال تجربة السياسية المخضرمة يوم لقاءنا مع سعادة الوزير غانم البوعينين كانت إضافة جميلة جدا لنا كشباب بحيث أننا صار عندنا ما طلعنا إلا ثقافة كبيرة ووعية تجاه البرلمان وتجاه يكون عندنا وعي سياسي كبير وطلعنا خلال لقاء الجهود الحكومية في التعاون مع السلطة التشريعية للارتقاء بالوطن والمواطن وتحقيق تطلع جلالة الملك هذه الجلسة الحوارية جاءت مع انطلاقة المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل والتي تضمنت مجموعة من المداخلات والتساؤلات حول الموضوعات المتعلقة بالحياة البرلمانية من خلال تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية جلسة حوارية ثرية وممتعة مع بيت الخبرة وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب من خلال الإجابة على جميع تساؤلات شباب رهان المستقبل وتعريفهم بالتاريخ السياسي البحريني طلعنا في مركز الأخبار تلفزيون البحرين